أهلا بكم بينما كانت دول الاتحاد الأوروبي والعالم تعاني من أزمة سلاسل توريد مرتبطة بالغداء وقبلها المواد الخام وأجباه المواصلات انتقل التحدي اليوم إلى قطاع الطاقة وبالتحديد الغاز الطبيعي ففي أعلان جديد قالت شركة جاسبروم الروسية أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لادفيا مرجعة ذلك إلى انتهاك شروط تسلم الغاز قرار الشركة الروسية جاء بعد يوم من إعلان شركة لاديا جاز للطاقة أنها ستشتري الغاز من روسيا باليورو وليس بالروبل لتكون سادس دولة أوروبية تحرمها موسكو من الغاز بعدما رفضت دفع المقابل بالروبل سبقها في القائمة دولة بلغاريا والتي أوقفت جاسبروم إمدادات الغاز إليها في إبريل ثم بولندا وهولندا وفنلندا والدنمارك في مايو إجراءات وقف الغاز تلك تأتي تنفيذا لقرار موسكو في مارس الماضي والذي تطلب باقتضاء من الدول التي تصنفها بغير الصديقة فيما يتعلق بمنقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية بدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنبيب بالروبل بدورها حضرت المفاوضية الأوروبية دولة للاتحاد الأوروبي من أن تزديد الدفعات بالروبل سيشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو وبالموازاء مع إجراءات القطع تلك خفضت جاسبروم بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنبيب نوستريم واحد إلى حوالي 20% من طاقته ما أدى لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 5 أضعاف مقارنة بالسنة الماضية وبعد التخفيض اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو باستخدام الغاز كسلاح خاصة أن الكتلة تعتمد على روسيا في نحو 45% من وارداتها من الغاز الطبيعي كما عمد الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن تنويع مصادر للحصول على الغاز والبترول للتعويض عن النقص في الإمدادات الروسية وتبني خطة لتقليل استهلاك الغاز مشاهدين كان هذا عرضا مجازا حول الخلاف الروسي الأوروبي فيما يخص إمدادات الغاز شكرا لمتابعتكم